بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الصف الخامس الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية إن شاء الله النهاردة حنستكمل بقية دروس النصوص واللي كنا بدأنا في بعضها وكنا اتكلمنا برضو عن بعض دروس الأدب النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع درس عنوانه إلى الشباب للزعيم سعد زغلول وهذا النص في أصله خطبة من خطب الزعيم سعد زغلول يوجهها إلى الشباب لأنهم عمادوا الأمة ولأنهم أساس نهضتها ولأنهم وسيلة مهمة من وسائل تقدمها وبالتالي هو توجه إليهم بهذا الكلام بنتبتني الأول بنتعرف بالزعيم سعد زغلول هو قائد الحركة الوطنية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي ودعا إلى استقلال مصر ونيلها حرياتها وكان من نتيجة ذلك أنه نفي إلى خارج مصر مرتين كان زعيم صورة 1919 وتوفي سنة 1927 الجزء الأولاني من النص اللي موجود معنا بيقول إن الشباب هو تلك الحقبة الذهبية التي تربط المستقبل بالماضي وكل ما يصدر عنها محبب إلى النفس والنفس منجذبة إليه لأنه يصدر عن إخلاص في نظارة وعن كرم في طهارة إنه ربيع هذه الأمة وهو قوتها العاملة وأملها الصادق نرى الجزئية مرة أخرى إن الشباب هو تلك الحقبة الذهبية التي تربط المستقبل بالماضي وكل ما يصدر عنها محبب إلى النفس والنفس منجذبة إليه لأنه يصدر عن إخلاص في نظارة وعن كرم في طهارة إنه ربيع هذه الأمة وهو قوتها العاملة وأملها الصادق أهم اللغويات اللي موجودة في الجزء اللي موجود قدامنا كلمة الحقبة معناها الفترة الزمنية والجمع حقب كلمة يصدر يعني ينبع أو يخرج كلمة منجذبة معناها مجدودة وكلمة نظارة معناها جمال إذا انتقلنا إلى شرح هذا الكلام اتفقنا إن النص هو خطبة للزعيم سعد زغلون ونقدم لهذا النص بتعريف بسيط للخطبة إن الخطبة هي أحد الفنون النسرية الأدبية وهي تعتبر من أقدم الفنون الأدبية في الأدب العربي يعني لما بنبدأ نتكلم عن الأدب العربي من عصر صدر الإسلام أو العصر الجاهلي حتى الآن بنجد إن للخطبة مكانة مميزة ومكانة عظمى عند الناس لأنها بتعتمد في الأساس على الخطاب المباشر بين المتكلم اللي هو الخطيب وبين المتلقي أو المستمعين وبيستطيع الخطيب من خلال كلامه إنه يتلقى رد فعل المتلقين أو المستمعين بشكل مباشر ويعرف مدى تأثرهم ومدى انفعالهم مع هذه القطبة حتى وإن كانت ظهرت بعد كده أنواع كتير من الأنواع النسرية في العصر القديم كان عندي الوصية وكان عندي المثال وكان عندي الحكمة ثم ظهر بعد ذلك فن المقامة فإذا انتقلنا إلى العصر الحديث ظهرت عندي المصرحية وعندي القصة بنوعيها القصة الطويلة والقصة القصيرة وظهر عندي أيضا فن المقال كل هذه الفنون ظهرت عندي ولكن لا تزال للخطابة قيمتها ومكانتها لأنه زي ما قلت لحضراتكم هي فن لقاء مباشر بيكون بين المتكلم اللي هو الخطيب وبين المتلقين وبيلزم في الخطبة عدة أمور منها إن لابد أن تقوم على الإقناع وعلى الإمتاع بمعنى أن أقنع من أمامي بفكرتي التي ألقيها إليه وأن أصوغها وأن أسردها له في جو ممتع فيه نوع من الإثارة وفيه نوع من جذب المتلقي وده بيكون بأنواع مختلفة يعني عن طريق مثلا تنويع الأساليب بين الخبر والإنشاء عن طريق محسنات البديعية والصور الجمالية عن طريق ترتيب الأفكار إلى غير ذلك من الأمور التي يستخدمها الخطيب من أجل جذب المتلقي ومن أجل إقناعه بما يقول كذلك الخطبة لابد أن يكون لها مقدمة وموضوع ثم خاتمة المقدمة بيكون فيها نوع من التمهيد للخطبة ولأفكارها ثم بيجي بعد كده الموضوع اللي أنا بتكلم فيه عن صلب ما أريد ثم خاتمة بيكون فيها يعني نوع من التلقيص لما قلته أو بيان الهدف الرئيس أو الأساسي من هذا الكلام فإذا رجعنا إلى خطبة سعد زغلول وحاولنا نطبق عليه هذا الكلام هنجد أن سعد زغلول بيبدأ في هذه الخطبة وبيوجه حديثه إلى الشباب على سبيل التقديم وطبعا الهدف من هذه الخطبة هو بث روح الحماسة في نفوس الشباب وحتى يدلهم ويرشدهم إلى رسالتهم العظمى وحتى يبين لهم دورهم وواجبهم نحو وطنهم ويبين أيضا طرق مساهمتهم الفعالة في نهضة وطنهم العزيز مصر وبيظهر هذا الكلام بيظهر أهمية الشباب في مقدمة الخطبة التي أكدت وبينت ودعمت هذه الفكرة لفكرة مكانة الشباب وفكرة منزلتهم في أمتهم وأسهرهم في حياة أمتهم سلما وحربا يبقى نص خطبة للزعيم سعد زغلول هدف هو بث روح الحماسة في نفوس الشباب حتى يتفهموا رسالتهم ويعرفوا دورهم وواجبهم نحو وطنهم وطرق مساهمتهم الفعالة في نهضة وطنهم العزيز مصر يظهر ذلك في بداية الخطبة التي تبين مكانة الشباب ومنزلتهم في أمتهم وأثارهم في حياتها سلما وحربا ده الجزء الأولاني بنكمل عليه بيبين كمان أن هذه الفترة اللي هي فترة الشباب هي الفترة الزهبية هي فترة القوة هي فترة النشاط هي فترة العمل هي فترة القدرة على العطاء عشان كده هو وصفها وقال عليها أنها الفترة الذهبية وكمان وضح أن هذه الفترة هي التي تربط بين الحاضر والماضي العظيم العريق ماضي مصر العظيم العريق وبين حاضر مصر وبين مستقبلها يعني الشباب هو حلقة الوصل بين الماضي العريق والحاضر وهو بينطلق بالوطن إلى المستقبل بيوضح كمان في هذه الفقرة أن كل ما يصدر عن الشباب محبب إلى النفس والنفس تنجذب إليه لإيه الأسباب اللي جعلته يذهب إلى هذا الأمر أو يوضح هذا الأمر كل ما يفعله الشباب النفس منجذبة إليه وهو محبب إليها لأنه يصدر منهم عن إخلاص صادق إخلاص صادق وحب عميق لوطنهم وطهارة وسخاء وهو أيضا في هذه الفترة متصف بالطهر والصدق والجود من أجل ذلك نقدر نقول أن الشباب هم أمل الأمة وهم ربيعها وهم ربيعها الذي يمتلئ حيوية ونشاط يبقى ده ملخص الفقرة الأولى وزي ما قلت لحضراتكم فيها شيء من التمهيد للموضوع أنه تكلم عن الشباب وبين أهمية هذه الفترة الزمنية في نهضة الأمة وبين أهمية عمل الشباب في نهضة أمتهم وتقدمهم إذا امتقلنا بعد كده إلى بعض صور الجمال أو بعض مظاهر الجمال اللي موجودة في النص بيقول إن الشباب هنا عندي ده أسلوب مؤكد بإن أو أسلوب توكيد أداته إن إن من ضمن أدوات التوكيد لم يقول إننا أو إن أو إنما أو غير ذلك دي بنعتبرها أدوات توكيد بيستخدمها الكاتب أو الخطيب أو الشاعر حسب نوع الجنس الأدب اللي هو بيتكلم فيه أو بيعرض فكرته من خلاله أو القالة بالأدب اللي هو بيعرض فكرته من خلاله بنقول عليها أداة توكيد إن الشبابة أسلوب مؤكد بإن وبعدين عندي عبارة الحقبة الذهبية التي تربط الماضي بالمستقبل دي عقف قدامها شوية لإن فيها مجموعة من الصور الجمالية اللي محتاجة توضيع أول حاجة هو وصف هنا قال لي الحقبة الذهبية وصف الفترة الزمنية دي هي بأنها الفترة الذهبية الوصف هنا بيوحي بإيه؟ بقرج منه بإيه؟ الوصف هنا فيه دلالة على أهمية هذه الفترة وفيه أيضا بيان لأثارها هي فترة مهمة وفترة مؤثرة في حياة الشاب وفي حياة الوطن عشان كده وصف هذه الفترة بالذهبية كلمة الذهبية بتوحي بذلك أو الوصف بيوحي بذلك بعد كده عندي لما بيقول تربط الماضي بالمستقبل تربط الماضي بالمستقبل هنا عندي صورة جمالية أو نوع آخر من أنواع الصور الجمالية كنا أشرنا إليه في نصوص كتير وكنا أشرنا إلى أنه من أكثر الصور الجمالية اللي ممكن تظهر عندك في النصوص وهو الاستعارة المكنية استعارة مكنية هنا هو شبه الحقبة برباط متين لأنه قال لي إيه الحقبة الذهبية التي تربط الماضي بالمستقبل يبقى هنا هو شبه الحقبة برباط متين بيربط أو بيجمع بين الماضي والمستقبل ويكسبهما قوة يبقى استعارة مكنية بعد كده هو جزء الثالث عندي هنا محسن بديعي وسبق وأشرت أكثر من مرة ويعحلوا لي أن أنا أعيد هذه المعلومة لأهميتها أن لابد من التفريقة بين الصورة الجمالية أو الصورة البلاغية أو اللون البياني وبين المحسن البديعي وقلت أن لما بيقول لي استخرج صورة جمالية أو صورة بيانية أو لون بياني أو صورة بلاغية إلى غير ذلك أنا بتحرك بين أربع دروس في البلاغة وهم التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل أما لما بينتقل بياني إلى اللون البديعي أو المحسن البديعي أو الزين اللفظية أحياناً بيسموها كده بكلم عنها وأقول أن هنا بتكلم عن المحسن البديعي والمحسن البديعي بابتدأ بقى أتحرك ودور على الطباق على المقابلة الجناس التورية السجع التصريع الازدواج إلى غير ذلك من الأنواع اللي بتكون موجودة في المحسن البديعي واللي حنعرض لها بشيء من التفصيل كلما ظهر قدامنا نوع من هذه الأنواع يعني أول نوع يظهر عندي هنا المحسن البديعي بين كلمتين الماضي والمستقبل اللحظ هنا أن فيه طباق والطباق محسن بديعي صورته الجمالية أو أثره في المعنى يوضح المعنى ويقوي وكلمة الحقبة الزهبية التي تربط الماضي بالمستقبل فيها ثلاث صور اتكلمنا عنهم وأشرنا إليهم بشيء من التفصيل بعد كده بيقول لي إخلاص في نظارة كرم في طهارة إخلاص في نظارة وكرم في طهارة برضو عندي عدة صور في هذه العبارة أول حاجة كلمة إخلاص في نظارة استعارة مكنية شبه الإخلاص بالزرع الناضر الجميل شبه الإخلاص لما قال إخلاص في نظارة النظارة أقول زرع الناضر يعني زرع أقدر جميل وعندي الصورة الثانية لما قال كرم في طهارة برضو استعارة مكنية شبه الكرم بشيء مادي يتصف بالطهارة وأنا عندي صورتين هون في هذه العبارة استعارة مكنية واستعارة مكنية طيب الصورة الثالثة إيه محسن بديعي وأنا قلت لحضراتكم منذ قليل كل ما يظهر عندي نوع من أنواع محسنات البديعية نعرض إليه بشيء من التفصيل هنا المحسن البديع اللي موجود عندي إيه يوجد سجع بين الجملتين بيقول إخلاص في نظارة يصدر عن إخلاص في نظارة وكرم في طهارة السجع هو عبارة عن أن بيبقى عندي جملتين أو أكثر في نص الأدبي بتنتهي بحرف واحد يعني بنفس الحرف الخطيب الجاهلي كان يقول أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت هتلاحظوا أن ثلاث الجمل التي ذكرتها بتنتهي بحرف التاء وهذا ما يسمى أو ما يعرف باسم السجع هنا في العبارة اللي عندي قال لي إخلاص في طهارة في نظارة وكرم في طهارة وده سجع لأن حلاحظ أنه هو انتى بالتاء المربوطة في الكلمتين الأخيرتين في الجملتين طيب كمان السجع لابد أن أشير إشارة أن السجع لا يأتي إلا في النثر السجع لا يأتي إلا في النثر يعني ما يجب لكش قصيدة شعرية أو عدة أبيات من الشعر وأطلب منك أنك تطلع محسن بديعي فديجي تقول لي آه هنا فيه سجع أقول لك لا السجع لا يأتي في الشعر الشعر برضو ليه بعض المحسنات البديعية المختصة بها زي التصريع مثلا ولو ظهر عندنا هنتكلم عنه النثر ليه بعض الصور المحسنات البديعية التي يختص بها النثر فقط اللي هي السجع السجع بكرة تاني من الصور الجمالية التي تختص أو من المحسنات البديعية التي يختص بها النثر قمته وأثروا فيه المعنى بابقى تقريبا حافظ المعنى ده أو بابقى فهمه كويسه بقوله بقول دايما بتعطي جرس جرس موسيقي السجع بيدي جرس موسيقي يعني نغمة موسيقية تطرب الأذن وتثير الزهن تطرب الأذن لأن توالي الجمل المنتهية بحرف واحد جملتين أو ثلاثة أو أكثر بيدي نوع من النغمة التي تجذب الأذن بتاعي نفسك كمستمع منجزب إلى الكلام ومستمع إليه أيضا بتثير الزهن لأنها بتلفت العقل للتفكير فيما يقال يبقى هنا عندي ثلاث صور جمالية في العبارة اللي موجودة قدامي خلاصي نظارة كرم في طهارة تنوعت ما بين صور بلاغية وبين المحسنات البديعية عندي برضو في محسن بديعي بين كلمتين نظارة وطهارة يعني شوف أنا جملتين خرقت منهم أربع صور ما بين صور جمالية وما بين محسن بديعي اللي موجود في كلمة نظارة وطهارة وخلني أخذهم لوحديهم وأضحهم بين قوسين وتكلم عنهم لوحديهم المحسن البديعي اللي هنا اسمه جناس ناقص أنا عندي من ضمن المحسنات البديعية الجناس والجناس بينقسم إلى نوعين جناس تام وجناس ناقص الجناس التام أنه بيبقى فيه تشابه تام بين كلمتين تشابه تام بين كلمتين في عدد الحروف وفي ترتيب الحروف وفي ضبط الحروف ولكن يختلفان فيه المعنى أحمد شاول مصر فيه نص مشهور لي بيقوله وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي قال وسلا مصر هل سلا القلب عنها لما أفق قدام كلمة سلا الأولانية وسلا التانية أجد أن سلا الأولانية معناها اسألة بيطلب من صاحبي أن يسألة مصر أما سلا التانية معناها تعزى أو نسية يبقى نفس الكلمتين ولكن فيه اختلاف في المعنى أما الجناس الناقص فبيبقى كلمتين أيضا ولكن بينهم اتفاق في أغلب الحروف أو نفس الحروف ولكن ترتبها مختلف أو نفس الحروف ولكن هناك اختلاف في الضبط المهم بيوجد اختلاف في الحروف نفسها في ترتبها أو في ضبطها أو في عددها إلى غير ذلك وبيتفق مع الجناس التام في ضرورة الاختلاف في المعنى فأنا لما هبص الكلمة نظارة وبص الكلمة طهارة هلاقي نظارة وطهارة يعني فيه مجموعة من الحروف اتفقوا فيها ومجموعة من الحروف اختلفوا فيها فده بينقلني إلى المحسد البديعي اللي أنا سميته وقلت لحضراتكم اسمه في علوم اللغة العربية اسمه جناس ناقص والجناس الناقص برضو قيمته الجمالية أنه بيعطي جرس موسيقي بيطرب الأذن ويثير الزهن زي الساجع بالضبط برضو فيه نغمة بتجذب الأذن وتحرك الزهن وتلفته إلى الاستماع لما انتقل بعد كده إلى عبارة إنه ربيع الأمة هنعرف إنها فيه عندي هنا تشبيه بليغ فيه عندي هنا تشبيه بليغ وفيه عندي كمان اسلوب مؤكد بإن ما اتفقت في بداية النص لما قلت إن الشبابة وقلت هناك اسلوب مؤكد بإن برضو إنه ربيع الأمة اسلوب مؤكد بإيه بإن وهو تشبيه بليغ شبه الشباب في حيويته ونظرته وأهميته للأمة بفصل الربيع الذي يحول الأرض إلى خضرة ونماء وطبعا هو بيبين أو بيهدف من وراء هذا التشبيه إلى تبيين أن الشباب هم روح الأمة وهم سر حيويتها ومصدر قوتها وأنهم أملها الصادق في التقدم إذا انتقلنا بعد كده إلى الجزء الثاني من الخطبة سنجد فيه سر عظمة الأمة هو ذكاء أبنائها وعلمهم وثباتهم على الجد والعمل فضعوا هذه الحقيقة أمام أعينكم فإذا فعلتم ذلك يبدو الواقب أمام أعينكم واضحا جليا وتسهل الصعاب في طريقكم ويتغلب مجهودكم على ما يعترضكم من العقبات وتكلل مساعيكم بالنجاح أقرأها مرة أخرى سر عظمة الأمة هو ذكاء أبنائها وعلمهم هو ذكاء أبنائها وعلمهم وثباتهم على الجد والعمل فضعوا هذه الحقيقة أمام أعينكم فإذا فعلتم ذلك يبدو الواقب أمام أعينكم واضحا جليا وتسهل الصعاب في طريقكم ويتغلب مجهودكم على ما يعترضكم من العقبات وتكلل مساعيكم بالنجاح ده الجزء الثاني من النص لو شفنا المراد منه هو استمرار على تأكيد ما بدأ به الخطيب الزعيم سعد زغلول خطبته من التأكيد على أهمية الشباب وأن الشباب هو المرحلة الذهبية وأن الشباب هو سر تقدم الأمة وأن الشباب هو الذي يربط الماضي بالحاضر وأن الشباب يتصف بالصفاء والنقاء والقدرة على العمل الجاد المتقم من أجل نهضة الوطن يذهب في الجزء الثاني من القطبة إلى التأكيد على هذا المعنى فبيقول إن الشباب هم سر عظمة الأمة وهم القوة المتجددة المتدفقة وبيربط تقدم الأمة ويجعله متوقف على ذكاء وإخلاص وعمل المادي والمعنوي للشباب وتقدم الأمة متوقف على ذكائهم وإخلاصهم وعملهم المادي والمعنوي ويطلب منهم أن يضعوا تلك الحقيقة أمام أعينهم ويبين لهم أنهم قادرون ويستطيعون بالعلم والعمل التغلب على كل عقبة ممكن تعترض طريقهم ويستطيعون أن يتجاوزوا أي عقبة تقف أمامهم وأنهم بالعلم والعمل الجاد يستطيعون أن يحققوا النجاح وأن يساهموا المساهمة الكبرى في تقدم أمتهم وفي وضعها في المكانة اللائقة بها بين مصاف الأمم المتقدمة بعض المفردات هنا أو اللغويات كلمة الجد يعني معناها الإجتهاد والاهتمام والعكس الهزل يبدو معناها يظهر أو يتضح وعكسها يختفي الواجب هو ما يجب على الإنسان أن يفعله أو اللازم جليا معناها واضحا يعترض يعني يعوق والعقبات معناها الموانع والحواجز والمفرد عقبة تكلل تتوج مساعيكم المقصوب بها أعمالكم وأهدافكم المرجوة ننتقل إلى بعض مظاهر الجمال في هذا النص أيضا بيقول لي وثباتهم على الجد والعمل هنا فيها كناية التعبير ده فيه كناية عن استمرارهم في الجد والعمل والكفاح من أجل تقدم وطنهم هم مستمرين بمنتهى الجد وبمنتهى الاتقان من أجل تقدم وطنهم طيب سر الجمال هنا إيه الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل ودائما الكناية لما بتظهر عندي هو معنى أنا بفهمه من الجملة اللي موجودة قدامي يرمي إليه الكاتب أو المؤلف أو الشاعر بقدر أفهم المعنى البعيد الذي يريده الكاتب ومن خلالها أيضا دايما بقول وسر الجمال الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل يعني هو بيجيب المعنى المراد أن يتكلم عنه أو المراد أن يوصله إلى المتلقي أو إلى القارئ ومعه الدليل عليه بعد كده هو عندي فضعوا هذه الحقيقة أمام عيونكم استعارة مكنية هنا طبعا شبه الحقيقة كأنها شيء مادي يمكن رؤيته بالعين سر الجمال طبعا بيبقى التكسيم كنا أشرنا قبل كده وقلنا إذا شبه أو إذا كان الصفة من صفات المشبه به اللي موجودة عندي فيه الاستعارة المكنية بتخص إنسان فبقول سر الجمال التشخيص يعني أقول البحر يضحك البحر هنا هو أو الله أقول فيه استعارة مكنية شبه البحر كأنه إنسان يضحك طب عرفت منين إنه إنسان؟ عرفت من التعبير بيضحك لأن الضحك صفة من صفات الإنسان فأقول سر الجمال التشخيص لأنه أنا شبهه بإنسان أما إذا شبهه بأي شيء آخر غير الإنسان فبقول سر الجمال التكسيم وده اللي موجود فيه العبارة اللي موجودة معنا فضعوا هذه الحقيقة أمام أعينكم هقول والله إنه هو استعارة مكنية شبه الحقيقة كأنها شيء مادي يمكن أن يراه الإنسان بالعين وهقول سر الجمال هنا التكسيم فإذا فعلتم ذلك يبدو الواجب أمامكم واضحا جليا إذا فعلتم ذلك يبدو الواجب أمامكم واضحا جليا برضو العبارة فيها أكتر من نقطة هنوف قدامها استخدام اسلوب الشرط إذا فعلتم ذلك يبدو الواجب اسلوب الشرط بيبقى فيه أداة شرط وفيه فعل وفيه جواب استخدم هنا أداة الشرط والأداة بتاعته إذا وهذا الاستخدام بيؤكد هذه الحقيقة وأجعلها واضحة طيب ممكن يجي قدام جملة يبدو الواجب ويقول لي ما علاقة جملة يبدو الواجب بما قبلها يعني بالجملة اللي قبلها جملة جواب الشرط دايما بنقول عليها علاقتها بما قبلها إنها نتيجة يبدو الواجب علاقتها بجملة فإذا فعلتم ذلك نتيجة لأن هذا الواجب لن يظهر أمامكم إلا إذا قمتم بفعل ما طلبه الكاتب منكم أو القطيب منكم في هذه الخطبة يبقى علاقة يبدو الواجب بما قبلها نتيجة أمامكم التقديم هنا إيه يعني أنا ممكن أرتب الجملة وأقول فإذا فعلتم ذلك يبدو الواجب واضحا جليا أمامكم لا ترتيب منطقي يعني للجملة فإذا فعلتم ذلك يبدو الواجب واضحا جليا أمامكم اللي حصل هنا اللي حصل إن تم قدم كلمة أمامكم وجيت تركيب فإذا فعلتم ذلك يبدو الواجب أمامكم واضحا جليا التقديم صورة من صور القصر لما قدم حاجة قدم الجر والمجرور مثلا أو هنا قدمت الظرف كذا دي صورة من صور القصر والتقديم دايما لما حرك الكلمة من مكانها وأدمها إلى مكان متقدم في الجملة بما تتيحه لي اللغة من إمكانيات بيبقى قاصد من وراء ذلك إلى التخصيص والتوكيد وإظهار الاهتمام أقصد التقديم من التقديم أو بيفيد التقديم التخصيص ويفيد التقديم أيضا التوكيد يبدو الواجب استعارة مكنية حيث شبه برضو خلاص أنا أعتقد أننا بنعرف نعمل استعارة المكنية بشكل جيد وبنقدر نفهمها بشكل جيد جدا هو بقول يبدو الواجب أمام أعينكم يبدو الواجب يعني يظهر الواجب فهنا استعارة مكنية شبه الواجب كأنه شيء مادي تراه العين المجرد ممكن نشوفه بعينينا يبقى هنا استعارة مكنية نقطة أخيرة قال لي واضحا جليا يعني شوف أنا طلعت من تعبير واحد أربع نقاط ممكن أتوقف أمامهم وأقول أن فيه صور جمالية وفيه محسنات بديعية وفيه بلاغة هنا يعني في هذا التعبير فواضحا جليا كلمة واضح وكلمة جليا بمعنى واحد الواضح هو الجلي والجلي هو الواضح طيب الوصف هنا أو الترادف هنا بنسميه ترادف لما بيستخدم الكاتب أو الشاعر كلمتين بنفس المعنى ويجبهم ورى بعض مباشرة أو ورى بعض في جملتين أو كذا فبنقول إنه هو استخدم الترادف استخدام الترادف ليه؟ لتقوية المعنى بأكد على الكلام جبت كلمة واضحا وبعده رحت مأكد عليه بكلمة جليا الترادف قمته في المعنى يقوّل معنى ويوضحه وطبعا بيهدف الكاتب هنا أو الخطيب هنا في خطبته بهذا التعبير إلى بيان تمام الوضوح يعني الوضوح هنا ما فيهوش أي نوع من أنواع اللبس أو الغموض واضحا جليا ترادف يقوّل معنى ويوضحه وفيه بيان لتمام الوضوح يتغلبوا بجهودكم على ما يعترضكم من الصعاب واحد عندي عند استعارة مكنية طبعا شبه الصعاب بعدو يعترضكم من الصعاب يعني الصعاب بتعترضكم شبه الصعاب هنا بعدو يتغلبوا عليه الشباب دي أول صورة عندي الصورة الثانية كلمة بجهودكم احتراس الاحتراس يعني نوع من أنواع الإطناب أو الزيادة بيأتي به الكاتب أو الشاعر أو الأديب لتقييد المعنى بيقيد المعنى وبيحدد المعنى حتى لا ينصرف الزهن إلى فهم معنى آخر فبالتالي بضع عبارة معينة عشان أصرف الزهن وقوله الله أنا ككاتب أريد هذا المعنى فبيسموه احتراس فكلمة بجهودكم احتراس بيبين أن تحقيق الأهداف المأمولة مشروط بالعمل الجاد المتقن في شرطه يبقى الاحتراس كلمة بجهودكم احتراس يعني أنا ايه؟ وضعت شرط لكي يتحقق المراد ايه هو إن لابد أن نبذل جهدا صادقا مخلصا حتى يتحقق لنا ما نريد من رفعة الوطن وتقدمه طيب بعد كده هو ما يتغلب بجهودكم على ما ما هنا اسم أو استعمال ما بيفيد العموم عاما يعني وده بيبين تنوع العقبات والصعاب يعني مش حاجة واحدة ممكن واحد واثنين وتلاتة وممكن تبقى لها أشكال مختلفة وتبقى لها أنواع مختلفة وده بيحتاج منكم إن انتم تبذلوا مجهود مضاعف من أجل هذا التقدم الذي تنشدونه لوطنكم يبقى ما استعمال ما يفيد العموم ويفيد أيضا تنوع العقبات تكلل مساعيكم بالنجاح استعارة مكنية صور طبعا المساعي بإنسان متوج يعني التكلل يعني تتوج فصورها بإنسان متوج أو يعني فوق رأسي تاج مجموعة من الأسئلة حول النص في السؤال في الامتحان بيتناول أكتر من سيئة أكتر من جزئية بيتيجي القطعة الأدبية أو الأبيات الشعرية التي سوف يسأل فيها الممتاح وبعدين عندي موصفة أو عندي يعني مجموعة معينة من الأسئلة بيتيجي تحت هذه القطعة أولا بيسأل في معاني المفردات اللي هي اللغويات بيسأل فيه المعنى والمضاد والجمع وإلى غير ذلك بيسأل سؤال الهدف منه مضمون الفقرة اللي قدامك أو سؤال عام على النص ككل بحيث أنه بيختبر به مدى فهم الطالب لهذا النص أو لهذه الفقرة اللي موجودة أمام بيسأل سؤال بعد كده هو عن مظاهر الجمال أو عن المحسنات البداية كده ثلاث جزئيات الجزئية الرابعة أنه ممكن يسأل سؤال حول النص اللي هو بيسمى التعليق يسأل حول المدرسة الأدبية اللي بينتمي إليها النص بيسأل عن السمات الأدبية لهذه المدرسة وظهرت فيه النص ممكن يسأل كده ممكن يسأل عن الأديب أو الخطيب أو الشاعر سمات شخصيته أو سمات أسلوبه يعني إلى غير ذلك ممكن يكون مثلا الكاتب أو الشاعر والأديب أكثر من استخدام المحسنات البديعية أو أكثر من استخدام الأساليب القبارية أو الأساليب الإنشائية أو نوع بينهما طب إيه السبب اللي خلاه يكثر من هذا أو يقلل من ذاك أو يعمل هذا التنويع كل هذه أنواع من الأسئلة ممكن نسأل عنها في نقطة دال أو نقطة الأخيرة في سؤال النصو فأنا عندي هنا سؤال بيقول إلى أي مدرسة أدبية ينتمي النص النص ينتمي إلى مدرسة المجددين في النص المجددين في النص لدول الذين مزجوا الثقافة العربية الأصيلة بالثقافة الأجنبية وسبع حضراتكم ودرستم قبل كده يمكن في الصف الثالث تم تقسيم المدارس النص إلى مدرسة المحافظين ومدرسة المجددين وكل مدرسة من هاتين المدرستين لا سماتها التي تميزها فمدرسة المجددين هنا هي مدرسة أتباعها أو الذين يكتبون على منوالها وبأسلوبها ناس كانت لهم معرفة عميقة جدا بالأدب العربي القديم وكذلك كان لهم اتصال وثيق بالثقافة الأوروبية في لغاتها في العصر الحديث عملوا مزج بين هذين واستفادوا من الأدب العربي القديم واستفادوا من الثقافة الحديثة وظهر ذلك في كلامهم وظهر ذلك في أسلوبهم وفي شعرهم وفي خطبهم وفي نسرهم ومقالاتهم وغير ذلك بعد كده ما اللون الأدبي الذي ينتمي إليه النص الإجابة النص من الأدب الاجتماعي السياسي لأنه يوجه الشباب نحو قضاياهم وقضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية ويرسم لهم الأسلوب الأمثل والطريق الأقوى لتحقيق النجاح الخطبة هنا نحن نتفقى لنا نص خطبة استوفت المقومات الأساسية للخطبة ناقص ذلك أنا أشرت في بداية كلامي أن الخطبة لها مقدمة ولها موضوع ولها خاتمة حنلاقي أن الخطبة هنا استوفت هذه الأركام بدأت بمقدمة ما هدت فيها للموضوع وجذبت انتباه المتلقين إلى الغرض من الموضوع طب إيه هو الغرض من الموضوع الغرض هو بيان رسالة الشباب ودورهم في تحقيق أمل أمتهم والكاتب عرض أو الخطيب عرض لهذه الفكرة في تركيز وتكشيف وتسلسل للأفكار فكرة مركزة مكسفة أفكار مسلسلة كل فكرة تسلم إلى الفكرة التي تليها ثم أعقب ذلك بخاتمة ذكر فيها النتيجة أو تأتي بالنتيجة وهي تخط العقبات والمشكلات وتحقيق النجاح والخطبة هنا اعتمدت على الإقناع العقلي والإمتاع الفني علل تنوع الإسلوب في الخطبة بين الإنشائي والخبري الأسلوب الإنشائي وبيبقى فيه أمر وناهي والسفهام ونداء وتمني إلى غير ذلك والأسلوب الخبري بيبدأ عددهم بالجملة بتبقى بدأ على شكل جملة اسمية أو جملة فعلية الخطيب هنا نوع بينهما الأسلوب الخبري في أول حاجة هو التنويع بين الأسلوبين الهدف منه إثارة الانتباه ودفع الملل عن المتلقي ودفع الملل عن المتلقي إنه بأنوع له بين الأسلوب وفي الوقت نفسه كل اسلوب له هدف معنوي يود الكاتب أن يصل إليه فلو بصنا للأسلوب الخبري في الخطبة حلاء الكاتب يشير إلى أن ما يورده أو الخطيب يشير إلى أن ما يورده في كلامه هو حقائق ثابتة مقررة من الأمور المهمة جدنا في الأسلوب الخبري والتي تدفع الشعر أو الأديب أو الخطيب إلى استخدام الأسلوب الخبري هو أنه يود أن يؤكد لي المتلقي أن ما يقوله حقائق مقررة ثابتة لا يتطرق إليها الشد أما الأسلوب الإنشائي فقد استعمله أيضا في زعيم سعد زغلول في مواطن متعددة من أجل إثارة المشاعر ولكي يوضح للشباب طريقهم نحو التقدم بأمتهم مصدر الموسيقى في النص الموسيقى دايما بتبقى إما موسيقى خارجية أو موسيقى داخلية ده في الشعر وفي غيره هنا مصدر الموسيقى تنوعت مصادر الموسيقى في النص بين استخدام العبارات الموحية المناسبة للمعاني واستخدام السجع وشوفنا السجع في غير موضع والازدواج والجناس والطباق كل ذلك استخدمه الخطيب في مواضع متعددة من الخطبة وده بيؤدي إلى إطراب للأذن وتحريك للذين وجذب للانتباه سؤال آخر بيقول لي ما سمات أسلوب الخطيب كما فهمت من النص يعني بعدما بنقرأ النص نقدر نقول والله هذا الرجل هذا الشاعر هذا الأديب هذا كاتب المقالي هذا له سمات معينة بيقدرنا نستخلصها من خلال النص الموجود بين أيدينا أول حاجة لغاته رصينة اتنين عبارته جزلة ألفاظه محكمة وأفكاره متسلسلة مترابطة وأسلوبه سلس دي مجموعة من السمات اللي قدرنا نستخلصها من نص الأديب للزعيم سعد زغلول بعد كده يعني بعد ما انتهينا من هذا النص اللي هو نص إلى الشباب يعني على سبيل التقديم لنص آخر ربما منظرش نكمله في هذه الحلقة فنعود إليه في حلقة أخرى ولكن يعني حنعمل لي نوع من التقديم هو نص اسمه نص مصر نص مصر للشاعر علي الجارم وعلي الجارم هو يعني شاعر عظيم ومثقف كبير من المثقفين المصريين الذين كانوا في النصف الأول من القرن الماضي واللي كانت ليهم مساهمات كبيرة في الحياة الأدبية والحياة الأشعرية وهو واحد أو يعد واحدا من تلاميذ مدرسة البارودي لها مدرسة الإحياء والبعث أو اللي عرفت بعد ذلك مع أحمد شوقي ورفاقه باسم المدرسة الكلاسيكية الجريدة علي الجارم شاعر مصري مولود في بورسعيد عام 1889 تخرج في الأزهر وفي كلية دار العلوم وأتقن وتعلم الأدب من مصادره الأولى ومصادره الأصيلة وإحنا أشرنا إلى أن هؤلاء الناس كانوا لديهم معرفة وثيقة ومعرفة أصيلة ومعرفة كبيرة جدا بالأدب العربي بنوعيه أو النثر والشاعر في جميع عصوره وبخاصة عصور القوة في الأدب العرب سافر إلى إنجلترا لدراسة التربية ودراسة نظم التربية وعندما عاد إلى مصر ترقى في وظائف التربية والتعليم حتى صار المفتش الأول للغة العربية في وزارة التربية والتعليم وعين عضوا في مجمع اللغة العربية وله مؤلفات عديدة تنوعات بين التربية وبين النحو وبين البلاغة كما أن له ديوانا شعريا فيه شعره توفي علي الجارم عام 1949 بعد ما أشرنا إلى هذا الشاعر العظيم حانا نتكلم عن الجو العام للنص الجو العام للنص هو الشعر هنا بيصور في هذه الأبيات أو بيتكلم في هذه الأبيات عن عظمة مصر وعن أهميتها التاريخية أهميتها في التاريخ قديمه وحديثه وأن حضارة مصر على مدار عصورها هي صفحة خالدة في تاريخ الزمن حضارة مصر صفحة خالدة ومؤثرة في تاريخ الزمن قديمه وحديثه وبيشير في الأبيات أيضا إلى أن مصر جنة الله في أرضه ويشير إلى أنها رمز للعلا والمجد والمجد المتجدد وأنها حملت مصباح الهداية والعلم إلى العالم في جميع عصورها كانت هي السباقة وكانت هي المتقدمة وكانت هي التي تحمل مشعل الحضارة ومشعل النور حتى يهتدي به الناس وحتى يسيروا خلف مصر نحو التقدم ونحو الرقي هذه المعاني العظيمة وهذه المعاني الجميلة هي المعاني التي أراد الشاعر أن يركز عليها وأن يظهرها في الأبيات التي معنا والتي سوف نقرأها على حضراتكم ونشير إليها إشارة أبيات بتقول صور الله فيك معنى الخلود فبلغي ما أردته ثم زيدي أنت يا مصر جنة الله في الأرض وعين العلا وواو الوجود أنت أم المجدين بين طريف يتحدى الورى وبين تليدي شاب من حولك الزمان وما زلت كغصن الريحانة الأملودي أنت يا مصر بسمة في ثم الحسن ودمع الحنان فوق الخدود أنت للاجئين أم وورد لضماء القلوب عذب الورود هذا الأبيات مرة أخرى صور الله فيك معنى الخلود فبلغي ما أردته ثم زيدي أنت يا مصر جنة الله في الأرض وعين العلا وواو الوجود أنت أم المجدين بين طريف يتحدى الورى وبين تليدي شاب من حولك الزمان وما زلت كغصن الريحانة الأملودي أنت يا مصر بسمة في ثم الحسن ودمع الحنان فوق الخدود أنت للاجئين أم وورد لضماء القلوب عذب الورود بعض اللغويات في هذا النص عندي كلمة طريف طريف معناها جديد والورى معناها الخلق وتليد يعني قديم لم أقول طريف وتليد يعني بين قديم وجديد الأملود المعناها الناعم وورد اللي هو مصدر الماء أو الماء الذي يورد وضماء المقصوب بيها عطاش شرح هذه الأبيات الأبيات ببساطة جديدة ومعناها سهل ويسير الشاعر في هذه الأبيات بيعبر عن عظمة مصر وعظمة أبنائها على مرة زمان فالله صور فيها معنى القلود والعظمة ويتمنى أن تبلغ مصر ما تريده من العظمة والمجد والرفع والثؤد وينتقل إلى تصوير مصر بأنها جنة الله في أرضه وأن الله قد حباها بيئة رائعة وطبيعة ساحرة ونيلا عذبا يجري في أرضها إنها أيضا منبع العلا ومستقر الحضارة كل هذه الصفات أشار إليها الشاعر في أبياته الستة التي عرضناها منذ قليل أو التي قرأناها منذ قليل بيستمر أيضا ويؤكد على تفصيل نواحي هذه العظمة المصرية العظمة المصرية المستمرة منذ القدم وحتى الآن فيستمر في ذلك ويفصل فيقول فهي ذات مجدين وصاحبة حضارتين حضارة قديمة يتحدث عنها التاريخ وحضارة حديث يشهد العالم معالمها وهذا يدل على أن مصر ذات تاريخ متجدد يمر الزمن من حولها ويهرم ويشيب ولكنها تبقى نظرة شابة في ثوب مجديها القديم والحديث ومصر هي صورة مشرقة للحياة والجمال والحيوية والحضارة وهي مصدر الحنان والإنسانية وهي أم يلقى إليها الناس فتحميهم وتمدهم بمصادر الحياة وتحنوا عليهم فهي مصدر حب للقلوب الضامئة عند هذا الحد نقف مع نص مع وعد إن شاء الله بأن نعود إليه بمزيد من شرح ومزيد من تفصيل وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم